بسم الله الرحمن الرحيم طلبنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في بارت فورتين روبرتز اوف كونكريت خواص الخرصانة وبنتكلم على خواص الخرصانة اللي احنا هنستخدمها في عملية الديزاين ان شاء الله واهم هزي الخواص اللي هي الكمبريسيف استرينز والكمبريسيف استرينز دي بنحددها بعد تمانية وعشرين يوم لان ازا ما احنا عارفين الاسترينز بتزيد مع الطايم وعلشان كده هناخد القيمة اللي هي عند تمانية وعشرين ديز اللي بعدها بزيادة في المقاومة بتبقى غير محسوسة الحاجة التانية بوصوه ريشو اللي هي بتبقى من خمستاشر من مية الى اتنين من عشرة وبنستخدم قيمة متوسطة اللي هي سبعتاشر من مية وده منحنة الاسترينز اللي هو بتاع الخرصانة ودي القيمة اللي هي الماكسمم وميل القط دوت هو المودلس اوف الاستيستي المودلس اوف الاستيستي ممكن نعمله عملية بريديكشن باستخدام مقاومة الضغط بتاعة الخرصانة والمعادلة اللي احنا شايفينها دي بتعتمد على اليونت ويت وحسب الخرصانة اللي عندي هل هي نورمال ويت في الحالة ديت الو بتبقى في حدود المية خمسة واربعين باوند كيوبك فيت بالنسبة للخرصانة بنقيس المقاومة بتاعتها زي ما قلنا قبل كده عند تمانية وعشرين يوم وديت الخرصانة اللي هي اللي فريش بنستنى ونعمل المكعبات المكعبات ديت بنختبرها بعد تمانية وعشرين يوم وبنحدد منها الكمبريسيف سترينز بتاعت الخرصانة طيب المكسف بيوزبول سترين الكود بيفترض ان القيمة ديت بتبقى في حدود ثلاثة من الف طيب التنسايل سترينز بتاعت الخرصانة تقريبا بتبقى في حدود من تمانية وخمستاشر في المية من مقاومة الضغط في طريقة بنعين بها المدرس اوف رابيتشار ان هي عندنا كاميرا الكاميرا ديت بيبقى فيه سنترال لود وحسب الكروس سيكشن العندي بنحسب الف ار اللي هو الام في سي على اي المعادلة الفاينال ديت بتبقى ستة ام على بي اتش سكوير ممكن نستخدم تنسايل ان احنا بيبقى عندنا استوانة والاستوانة ديت بنعرضها لحمل ضغم فبنحسب منها برضو تنسايل طيب ايه الخواص التانية اللي برضو ممكن تأثر على القرصانة زي الشرينكيش دوت اللي هو بيحدث نتيجة بمعنى ان احنا بعد ما بنصب القرصانة بيحصل عملية فبيحصل الشرينكيش دوت عندنا نوعيا في منه البلاستيك الشرينكيش ولدراينج الشرينكيش البلاستيك الشرينكيش بيحصل بالخرصانة مازالت وت هنا بيحصل لدراينج الشرينكيش لما الخرصانة بتوصل لمرحلة السيتينج او مرحلة التصلت عملية الاشرينكيش ديت ممكن تسبب مشكلة في الخرصانة وتسبب موضوع يبقى فيها عندي كراك convinوس موضوع الدورات بتاعت الشرنكيج دي قطيرة جدا لانها بتعتمد على اولا من الظروف البيئية المحيطة بالمنشأ وبنول بتأدي برضو الى حدوث الكراكس وجود حديد التسليح بقى مهم جدا في القرصانة علشان يعمل عملية على موضوع الشرنكيج وبالتالي موضوع الكراكس اللي عندك ممكن يقلب طيب الشرنكيج دوت فانكشن في ايه؟ فانكشن في الووتر سيمنت ريشو في الأجرج الطيب في الفوليوم سيرفس ريشو بمعنى ان انا عندي كولم الكولم ده الحجم بتاعه عالي ولكن السيرفس قليل ممكن يبقى عندي بلاطة البلاطة دية الفوليوم بتاعها قليل ولكن السيرفس بتاعها بيبقى عالي برضو بنكمل الشرنكيج دوت بيبقى فانكشن في الطايب اوف سيمنت لعد ميكتشرز درجة الرطوبة الطيبكال ماجنيتيود اوف استرين يعني الاسترين اللي عندك في الخرصانة كام بعد كده برضو الكريب دي خاصية مهمة جدا وايه هو الكريب ببساطة الكريب دوت اللي هو زيادة الاسترين في الخرصانة زي ما احنا شايفين الكيرف دوت بيقول ادي فيه الاسترين الاسترين دوت نتيجة اللوت وده الاسترين نتيجة الكريب فيه جزء من الاسترين دوت ممكن يبقى وجزء بيبقى بيرمنان ايه برضو من الحاجات المهمة في خواص الخرصانة ما يسمى بالتراي اكسيال كومبريشن بمعنى انك بتحمل الاستوانة اللي عندك بكومبريشن لوت في الاتجاه الطولي وكومبريشن لوت في الاتجاه العرضي كما لو كنا بنعمل كونفاين منت للخرصانة وده شيء مهم جدا بيحسن الاسترينس وبيحسن الدكتلاتي والمعادلة اللي بنستخدمها في حسابة الاسترس هو سيجما وان بتساوي اف سي داش بلاس فور بوينت وان سيجما سري سيجما وان دي في الاتجاه الطولي وسيجما سري في الاتجاه العرضي بنكمل مع بعض برضو ونشوف شكل منحنى بتاع الكومبريشن ده الاسترس وده الاسترين اللي عندك نلاحظ حاجة في عملية اللودنج والانلودنج في جزء في الاسترين بيحصل له عملية ريكوفرينج بنسميه الاستيك استرين وفي جزء بيفضل في الخرصانة عندي بصفة دائمة بنسميه البلاستيك استرين ميل الخط اللي احنا شايفينه دول بيعبر عن قيمة الموضلس وفلستيستي بتاعة الخرصانة اشتركوا في القناة